ألم بكم مجدداً إلى ملفنا ثالث في هذه الحلقة عن المؤسسات الصحفية وتحديداً الصحافة الورقية حيث ظهرت ملامح نظام المؤسسات الصحفية منذ ستين عاماً ولم يطرع عليه أي تعديل جوهري منذ عشرين عاماً البعض عده السبب الرئيس خلف تراجع نشاط المؤسسات الصحفية فيما يطالب متخصصون باستحداث نظام يتناسب مع متغيرات المرحلة تشهد الأجهزة الحكومية بالمملكة تغيرات جوهرية بين إلغاء نظام واستحداث آخر قبل ستين عاماً صدر أول نظام للمؤسسات الصحفية ثم جرت عليه تعديلات شكلية لم تؤثر على أصله ومحتوى ليكون عام 2001 هو آخر ما شهده هذا النظام من تعديلات وإن كانت الصحافة قد شهدت معه تقدماً نوعياً وكمياً كبيراً إلا أن الزمن تجاوزه مما زاد الطين بلة وتسبب فيما وصلت إليه الصحافة اليوم فما كان يتناسب مع زمن سابق قد لا يتناسب مع الزمن اللاحق زمن الرؤية نظام هجين كما يسميه البعض صير المؤسسات الصحفية مؤسسات ليست حكومية وليست خاصة والمتخصصون يطالبون بتحويل المؤسسات الصحفية إلى شركات مساهمة تتاح ملكيتها لجميع المواطنين السعوديين ولا تكون حكراً على فئة معينة وبالتالي تطرح أسهم هذه الشركات للاكتتاب العام في سوق الأسهم السعودية مجلس الشورى ناقش الفكرة وعدد من كبار رجالات المال والأعمال أوضحوا أن التحول له فوائد ستعود على سوق الأسهم وإلى المؤسسات الصحفية مؤكدين أن المؤسسات الصحفية ستكون جاذبة للشراء والصحافة بصورة عامة مغرية للجميع وإذا طرحت أسهمها في السوق فستحدث تحولاً تاريخياً في الصحافة وفي سوق الأسهم على حد سواء في الوقت الذي يكلف به وزير التجارة على وزارة الإعلام هل سنكون إلى هذه الخطوة أقرب؟ أهلاً بكم ورحب ضيفي هنا في الستوديو نائب رئيس الجمعية السعودية للإعلام والاتصال دكتور عبد الرحمن الناد أهلاً بكم دكتور عبد الرحمن منذ صدور نظام المؤسسات الصحفية في المملكة إلى يومنا هذا تعديل لم يطرع عليه تغيير جوهر تغييرات شكلية ربما كان آخرها قبل عشرين سنة هل هو السبب الرئيس فيما تعانيه الصحافة اليوم أم هو من ضمن الأسباب برأيك بسم الله الرحمن الرحيم أولاً أحييك وأشكركم على الاستضافة وأحيي السادة المشاهدين والمشاهدات وأشكركم في الواقع التطرق لموضوع مهم يعني موضوع الصحافة الورقية التي أسمت بشكل كبير في سنوات الخالة ومنذ توحيد المملكة بل منذ بداية الحقبة السعودية في عام 1344 كان لها دور بارز في في رفع مستوى الوعي السعودي وإسهام في الإعلام عن المملكة في الجوانب المختلفة في السياسة وفي الاقتصاد وفي الأدب وكانت منبر من منابر الأدب يعني في المملكة العربية السعودية يعني الصحافة السعودية منذ تاريخها كان لها دور بارز في الثقافة السعودية وكانت يعني معلم ثقافي مصدر إشعاع نعتبر الصحف يعني كيانات ثقافية ومعرفية في المجتمع من الصعب يعني أننا نتخلى عنها طبعا مرحلة النظام الموسط الصحفية جاء قبل بعد مرحلتين مرحلة صحافة الأفراد وهذه تقريبا استمرت يمكن ثلاثين أو أربعين سنة تقريبا من أربعة وربعين إلى تسعة وسبعين هجري واللي بدأوا فيها رواد في الواقع رموس للثقافة يعني أي شخص كان في ذلك الوقت يستطيع أن يصدر الصحيفة أو المجلة الخاصة به ولم يكن يصدرها من أجل تحقيق الربح البادي كانوا يعني همهم ثقافي وهمهم توعوي وثقافة ووعي وما إليه فأساسا يعني الهدف التجاري لم يكن موجودا في بداية الصحافة السعودية طيب جاءت مرحلة الدمج وهي محاولة من السلطة السعودية لتوحيد الجهود وتقوية بعض المطبوعات الفردية وحدثت اندماجات سموها مرحلة الدمج للصحف واندمجت كثير من الصحف واللي ما استطاعت تندمج تقريبا توقفت واستمر هذا الوضع يمكن ثلاثة أو أربع سنوات إلى أربعة من تسعة وسبعين هجرية إلى ثلاثة ثمانين هجري وقت صدور نظام الموسطة الصحفية لكن يعني نعرف ليش صدر نظام الموسطة الصحفية ليش من البداية ما كانت الصحف مشروعات تجارية لأنها لم تكن مربحة آنذاك في تلك الفترة أي مشروع صحفي لم يكن مربحا واستمرت الصحف حتى بعد إنشاء المؤسسات الصحفية اللي في الواقع مؤسسين ها هم رواد ثقافة ما هم بيزنس يعني في الغالب يعني ليسوا رجال أعمال بقدر ما هم رجال فكر وآدب وما إليه وثقافة بعض الدعمين من رجال الأعمال المهتمين بالثقافة والإعلام دخلوا في هذه المؤسسات المؤسسات على فكرة هذه من 83 إلى تقريبا خلي نقول إلى 420 لهم تكن تحقق أرباح حتى وهي مؤسسات صحفية ما بدأت في فترة من الفترات 10 سنوات أو 15 سنة كيف ما تحقق أرباح دكتور وهي كانت متسيدة كل شيء الإعلانات التجارية لديها عارف عارف هي من تسيد الساحة خلال بالكاد كانت تصرف على نفسها إلى تقريبا 2000 ويمكن 2000 أو قبلها يمكن بخمس أربع سنوات بدأت صحيفتين في الواقع اللي بدأت تحقق أرباح وهي معروفة يعني الرياض وعكاف ثم لحقت فيهم اليوم إلى حد ما واستمر هذا الوضع في فترة خليا سميها فترة العصر الذهبي للصحافة السعودية والإعلان التجاري بالصحف وكان الإنفاق الإعلاني في مستوى دول الخليج وصل المليار واستحوذت الصحف على حوالي 70 أو 80 بالمئة من المنصرف على الإعلان التجاري فحققت الأرباح بعد ثورة صحيفة حققت في حوالي ربع قرن ملياري ريال أرباح كانت أقوى صحيفة كانت تحقق تقريبا مئة مليون ريال في السنة الواحدة طيب ماذا حصل بعد ذلك؟ لماذا هناك انتقاد لهذا النظام؟ طالما أنها لم تبدأ كمؤسسات ربحية ماذا يراد لها الآن؟ هل بالإمكان بتعديل هذا هو النظام المؤسسات الصحفية؟ هل بالإمكان تعديله لتستمر في المنافسة الآن؟ النظام طبعا خضع للتعديل اللي زي ما ذكرت قبل شوية يعني بعد تقريبا أربعين سنة من صدر في ألف واربعمائة واثنين وعشرين هجرية وخضع للتعديل من قبل مجلس الشورى وكانت التعديلات في الواقع شكلية ما كانت تعديلات جوهرية وروح النظام بقيت كما هي عليه بعد هذه التعديل في الدورة الرابعة لمجلس الشورى وأعتقد في سنة سبع وعشرين أو ثمان وعشرين تقدم بعض الأعضاء وكنت وقتها عظم في الشورى بمقترح تلغاء تقريبا نظام المؤسسات الصحفية وتحويلها إلى شركات مساهمة هذا كان في إوج تحقيقها للأرباح المليونية فكان ذاك الوقت في ذلك الفترة في تلك الفترة كان مناسب تحويلها إلى شركات وكانت ستكون جاذبة حتى للمساهمين لو صارت شركات مساهمة هل تجاوز الزمن هذا التعديل؟ الآن لو تحولت إلى مؤسسات تجارية هل تذهب أولا إلى الإعلام وهيئة الإعلام المريض أم إلى التجارة؟ أنا أذكر لمتبني المشروع في مجلس الشورى الدكتور منصور كدسة زميلنا عضو الشورى السابق ودعمت أيضا في مداخلات ولكن المشروع لم يمر من مجلس الشورى لم يحصل على الأغلبية الكافية كتوصية إضافية وبقي الحال على ما هو عليه الآن أنا شخصيا غيرت رأيي في الوقت الحاضر لماذا؟ لأن الآن لو تحول هذه الصحف إلى مؤسسات تجارية ستكون خسرانة لأن الصحافة الورقية تقريبا لم تعد مشروعا مربحا يعني من الخطأ الآن أن نطالب بتحويلها إلى شركات لأنها ستصبح شركات خاسرة لا تجد من يستثمر فيها لا من المساهمين ولا من رجال الأعمال فما البديل إذن؟ البديل أن تبقى كمشاريع ثقافية تدعم بطريقة و بأخرى سواء من خلال برامج المسؤولية الاتماعية للشركات الكبرى كأرامك و سعبك و غيرها أو من خلال رجال الأعمال المهتمين بالثقافة و ما إليه وتبقى منارات يعني لها ثقلها و لها دورها أنا في تقديري لا تختلف يعني الصحف و أهمية دعمها بما تبذله الدولة لدعم الأندية الأدبية مثلا طيب لماذا ندعمها؟ هل تخصص الأندية الأدبية؟ و هل لو خصصتها ستحقق الكرباح؟ لكن المؤسسات الصحفية لديها أصول يا عزيز يا عزيزي الأندية الرياضية بشعبيتها الجارفة لا تستطيع بدون الدعم الحكومي أن تستمر في استقطاب اللاعبين و في صناعة رياضة قوية فهي عايشة يعني عاشت على الدعم الدعم و تستمر على الدعم و يجب أن تهي طيب لك أنا أقصد أن بعض المشروعات أنت لا تحولها إلى مشروع تجاري لأنها لم تكن بالأساس مشاريع تجارية و حتى لو حولت الآن فهي خاصة و صدقني من يريد الأرباح و المشاريع التجارية سيذهب إلى مجال آخر غير الإعلام و غير الصحافة لأنها ليست مربحة هناك مشروع الآن في استثمارات في مجال الإعلام و في مجال الصحافة و في مجال التلفزيون هناك رجال أعمال يعني الرأس المال جبان لا و في نماذج ناجحة حتى في الإعلام يعني ناخذ الشركة السعودية للتسويق يعني مشروع إعلامي ناجح و بعض القنوات الفضائية مجال إعلامية ناجحة استثمارات هذا ما يجعلنا نقول أن الصحف تتحمل مسؤولية تطوير أدائها لتواكب المرحلة و من يتحمل مسؤولية خسارتها خلال العقود الماضية القيمين على هذه الصحف القيمين على هذه الصحف مسؤولون مسؤولية مباشرة عن تطويرها بما يتفق مع متطلبات السوق و المستجدات الآن تطويرها الآن نعم و الدخول ليس بالضرورة يعني الإصدار الورقي الإصرار على الإصدار الورقي المؤسسة أنا أتكلم عن مؤسسة صحفية يمكن أن يكون لها منتجات أخرى غير منتج الورقي منكبا سببا في المشكلة و لم يقرأ المستقبل ببصيرة نافذة هل يمكن أن يصلح الخلل وينتشلها؟ طبعا أنت يمكن تشير إلى ضرورة تطوير الكوادر القيمة على هذه الصحف و القيادات أيضا و ما المانع أن تتغير بتغير المرحلة هذا لا شك يعني لا شك أنه مطلب بل أن التجديد و الروح التجديد هي مطلب للجميع و المفروض أن الجمعيات العمومية في هذه الصحف تعمل على تطوير أداء هذه الجهات وتطوير الأجهزة الإدارية بها طيب سأستعرض معك بعض النقاط في نظام المؤسسات الصحفية عضو المؤسسة أو أعضاء المؤسسة يكون عضوا أن يكون سعودي الجنسية ألا يكون عضوا في مؤسسة صحفية أخرى أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل أن يكون من رجال رجال المرحلة تجاوزت هذا رجال الثقافة والعلم والفكر والإعلام طيب ماذا عن النساء؟ هذه النقطة أو من رجال الأعمال المهتمين بالثقافة ويجوز قبول عضوية الشخصيات المعنوية ذات الطبيع الفكري أنت كيف تحدد أن هذا مهتم بالثقافة أم لا؟ أليست عبارة فضفاضة حتى في هذا النظام؟ نعم وهو شوف هذا النظام رائع مرحلة معينة أنت تكلم عن 1383 تتكلم قبل 60 عاما كانت شهادة الابتدائية يشتغل معلم وكان الثانوية يصبح مدري إيش المستوى التعليمي لم يكن الجامعيين كانوا يعدون على أصابع اليد في ذلك الوقت قل لماذا في التعديلات في 422 هجرية ليش ما عدلت هذه الشروط؟ المفروض أنها الآن ترتقي كان الرجال تعتكري الساحة أما مسألة الرجال والذكور والإناث لا أعتقد حتى في النظام والنص على كلمة الرجال لا يقصد منها الذكور فقط أنا أعتقد أنها يعني وهي يفترض لنا نظاما المصطلح هذا يشكل من أهل من أهل حتى نخرج من هذا طيب في المسؤولية في المادة الخامسة يحدد رأس المال وفقا والمؤسسة الشخصية وتنحصر المسؤولية المالية ليعضائها بمقدار حصة كل منهم في رأس مال المؤسسة هذا جيد لكن في التصويت أعضاء المؤسسة متساون في حقوق التصويت أو الترشح لمجلس إدارة اللي دفع ريال اللي دفع مليون وهذا يثبت كلامي أنه لم تكن مشروعات تجارية القرار في الجمعيات العمومية ليس قرارا تجاريا من يملك أكثر يتحكم أكثر ليست مؤسسات رأس مالية ليست مؤسسات هادفة للربح الهدف الرئيسي للمؤسسة الصحفية هو إصدار لم يكن مربحا في ذلك الوقت زي ما ذكرت لك واستمرت فعلا سنوات الآن هناك من يقول لو لا الدعم الحكومي لسنوات والاشتراكات الحكومية وغيرها لم استمرت وما الذي يجب رأسهم يا دكتور على فكرة إلى اليوم أربع صحف لم تحقق أربع في تاريخها وهي مؤسسات طيب الدولة إذن ما قصرت من الثمان صحف ثلاث صحف كانت تحقق أرباح وجاءت الوطن وحققت أرباح لكن أربع صحف أخرى لم تكن تحقق أرباح مؤسسة اليمامة كان لها تجربة الآن في تأسيس شركة لتنظيم الفعاليات مركز للتدريب وإن كانت متأخرة في الخليج لدينا تجربة الرأي الكويتية أصبحت الآن شركة للإعلانات قناة تلفزيونية رائدة ولديها مداخيل كبيرة جدا على مستوى الشرق الأوسط فبالتالي هناك من يقول بأنه لديهم لا يزال استخدام المطابع مع الجهات الحكومية الحكومة معفيتهم أيضا من الزكاة لديهم موضوع أنه يتحولون إلى مراكز أبحاثها ويعملون في هذا الجانب مع هناك أمور أخرى يستطيع الأصول إدارة الأصول هذا أحسن هذه أنا أعيدك مئة بالمئة بأن الصحف يجب أن لا يعني تصر على إصدار الورق فقط وإنما تبحث عن منتجات جديدة لماذا لا تفكر في قنوات حتى إخبارية فضائية لماذا يعني حتى لو كانت قنوات تيكست وليست قنوات بمذيعين لأن الآن في عصر التقنية بحيث أني أستقبل أو بث على الإنترنت بث على الإنترنت قنوات يوتيوبية يعني هذه التقنيات حتى في حسابات السوشيال ميديا الناس يتابعون الصحف وغيرها الآن من خلال الروابط بالسوشيال ميديا نعم فيعني هذا ما ندعو له أن تطور من أداها وتبحث عن منتجات جديدة ثم تطلها وليكن دعما أخيرا لا يمنع دعمها لأن وجودها في المجتمع شيء مهم يعني هذه مؤسسات لا أدري سروح ثقافية إعلامية مهمة ينبغي أن لا ولكن لها وجود منصات أخرى ربما هناك تساملة وهي ربما هي مرحلة مخاض قد تسفر إن شاء الله عن إحياء وبعث لهذه الشهد من جزيلة لك نائب رئيس الجمعية السعودية للإعلام والاتصال دكتور عبد الرحمن الإعناد شكرا لحضورك ووقتك وقبل عام 1383 كانت الصحافة السعودية محكومة بنظام المطابع والمطبوعات بعد إنشاء وزارة الإعلام استولى نظام المؤسسات الصحفية الحالي من نظام المطبوعات فهل مازال صالحا أم أن الزمن تجاوزه وأنا ألتقيكم على رأس الساعة ترجمة نانسي قنقر